نابح سينا رب تصريح هذا لك احنا ما راح نمرر اي موازنة تستقطع رواتب الموظفين مهما كانت الضغوطات ان كانت داخلية وان كانت خارجية في حال لم ينجز البرلمان التصويت على الموازنة في الحكومة يعني بيش حال الحكومة ما راح تقدر تدفع رواتب مرتبات الشهر الاولى اخذ تصريح مني وعني وعن زملاء لن نسمح بان يستقطع دينار واحد من صغار الموظفين العراقيين اخذ هذا تصريح من كل سادة النواب واغلبهم حتى لا اردى اقول مية بالمية لا اغلب النواب لن نسمح باستقطاع رواتب الموظفين بهذه الطريقة صغار الموظفين كبار الموظفين لا ما عندنا مشكلة درجات خاصة ما عندنا مشكلة ولا نسمح باستقطاع من هؤلاء ناس كسب يعني النفط النفط يعني حسبه 42 بالموازنة نعم ومن المحتمل ان يكون الى 55 الى 60 طيب يعني يوم خام البصرة 52 51 52 نعم يعني ليش تحديدا يعني ونسبة الموازنة راح تسعد ليش مستقطعين من الموظفين انا قلت سابقا نقول بالله تقشوف راتب ماكو نفطر لهذا الشي حرب داعش كثير من الامور تسمح للحكومة بأن تقلص هاي الامور اوكي وياها حقها النفط نزل كذلك جاء احد كبس بس اسسعد شوف خلي احتيلك التناقبات الموازنات كلها اللي تجي لانه المجلس النواب العراقية عبارة عن كوبي بيست من الموازنة يعني ماكو احتياج فعلي اي وزارة انا اتحدى وانه اسم من منبر الام بي سي اتحدى اي وزارة كاتب موازنتها بتدقيق وتنعز ابدا يكتب ارقام وبعدين يقولك من تجي الموازن وكأنما هيه بي وكأنما مو اكو بدون تخطيط بدون تخطيط اكو تخطيط لمشاريع عنده في الوزارة ابدا وكأنها اللي فلوس نهاية السنة يقوم يصرفها بما لذة وطب بكيف الوزير بكيف المدير العام هاي موازناتنا كلها هاي كل موازنات اللي صارت كل موازنات ما شرعت قانون ما حاسبتوا ما حدتوا نظر بي راح اقول لك احنا كدورة رابعة 2020 ما عدنا موازنة 2019 عدنا موازنة حاربناها بالطريقة انه تجي حسابات ختامية ونشتغل عليها وبصراحة اقول لك يا وراقبنا وكان عدنا لجنة جديدة اللي هي لجة مراقبة البرنامج الحكومي واشتغلنا على اساسه قدمة تقريقة قبل كم يوم مدى مدت نسبة انجاز الحكومة للبرنامج ماله لكن اقول لك اجينا لسأل نفط 42 دولار اليوم اذا نحسب الارادة النفطية 64 تريليون دينار ونحسب ارادة غير نفطية من القمارق والمنافط 9.5 مليار 99 تريليون طيب راح يصدقنا 73 تريليون دينار هذا نفس الرقم تقريبا مع التخفيض 18 بالمية راح يغطي لك النفقات الحكومية الحاكمة انا اليوم اذا ارجع احسن على سعر اليوم ادي وفرة من الارادة ليش دا استقطع من الموظف